اختف وجر المرة دي هتبقى عن لعيبة الفري هت للعيبة انت لو انت بتعمل فري هت تفكر فيها وبالتالي لو انت شخص عايز تعمل ترانسفرز لعيبة دابل جيمويك اقول الجولة اللي جاية فهم هم اللي انت هتبص لهم مش يختلفوا كتير هناخدهم كده مركز مركز في حراسة المرمى في رأيي عندك اتنين لامة شمايكل لو انت تغيير عادي فهو هيدمن لك حارس عنده تلات تلاتة دابل في اخر ستة جولات الدابل بتاعه في جول ستة تلاتين وسبعة وتلاتين كويس جدا مفيش دايما موجود ويقدر يمكن يتجلى مرة استودارة ضربة جزاء وعمل كده اكثر من مرة بايدل عن لسبوع الفات وصوت كريستال بالاس لكن فما اسمه قبل كده بصوت ضربة جزاء والاسم التاني هو مارتين دوبرافكا دوبرافكا عنده مع نيوكاسل والجال 24 هيلعب نوروكتش ولكن الفرق ما بين دوبرافكا وبين شمايكل دوبرافكا ما بعد الجالة 34 لنهاية الموسم انت مش تلعب ولا اسبوع لانه مفيش ضلمة بعد كده ما فيش اي حاجة خريك تلعب بي بعد كده شمايكل هتكمل بي من الجالة 33 لاخر الموسم طبعا لو فريهيت وانت بتفضلني ما بين الاتنين هقول لك تفضيلي بس بعد ما نتكلم في خط الدفاع عشان ليه علاقها بالقصة طيب ابصت على مين في خط الدفاع طبعا كده كده عندنا الخيرات البريميوم اللي هي كانسلو واحد من اردنولد او روبرتسون دول كده 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 ما برايتون الخيار التاني في رأيي هو واحد من شار او دامبرن او تارجت لعيبة نيوكاسل طيب هتقولي دول تلاتة انا عايز اختار منهم واحد انا بالنسبالي فابين شار او تارجت تارجت عنده ميزة ان هو اكتر لعب صنع فرص في اخر ست جولات تقريبا من خط الدفاع طبعا فابين شار هو دايما بونس ماجنت لو ما خدش الانزار اللي هو بيحب ياخده اوي ده بيبقى بونس ماجنت بيزيد كويس اوي بيقدر كبال نلعب فوالات في بعض الاواتس فممكن يكون كويس جدا فبالنسبالي واحد من دفاع نيوكاسل موجود لو انا عايز اغير في حاجات فهو التغييد هيجي من هنا لو انا مسلا جبتش مايكل يبقى ساعتها هجيب تارجت او اه فابين شار او دامبرن كلنا حسب فلوسهم ما في النهاية التلاتة يعني اغلى واحد يوم باربعة وسبعة بس في ناس حسب الميزانات بتاعتها طب لو انا جبت دوبرافكا يبقى ساعتها استنى لو خرج من دور المؤتمر ساعتها تقدر تروح تجيب في خط الدفاع وتلعب بدوبرافكا كحارس مانو ولكن لو متكمل في دور المؤتمر وانا عارف ان ما بعد كده في دور المؤتمر لسه قدامه شوية ولكن في اكتر من مرة اتكلم عن هس هس الاصابات والعامة التي ترجع من الاصابات الطويلة والعادة والتعرض لاصابات خلال الموسم ودهو عامة منه بشكل كبير قوي الموسم ده فوارة تلاقي في اي وقت كده ايه في راحة وكمان لو انت بتبني مش بس في الجولات اللي بعد كده فقدام في الجولة ستة وتلاتين وسبعة وتلاتين هيكونوا قريبين من لعبهم في نص نهائي ثم نهائي دور المؤتمر لو وصلوا يعني لو خرجوا خلاص الدنيا هتبقى ابصب كتير مع كده ممكن تبص على حد زي غريب جدا وجود اي حد من دفاع ماتشستر روناتل فراقي يعني حتى تبقى حاجة بعيدة شوية عن الصندوق ولكن هو بيلعب ملعب في يلعب فولات وبيلعب جزء من من الروكنيات طبعا ماتش تاني يكون ماتش صعب جدا ولكنه ممكن كان ريسك انا شخصية مفضلوش قوي ولكنه لعب تقدر تحطه تحت اختياراتك او تحت حالة انت بتفكر فيها طبعا وارد جدا تبص على مدافعك واحد من المدافعين متوع ارستن وعنده ثواثامتون ويتشيلسي ممكن يطلع واحد كبين شيء من الموطشين يمكن انت استفدت به ويكمل معاك برضو لقدام خلاص كتيرة وهنتكلم في خلاص كتيرة وبعد كده يعني هنصغر القيمة كده لابرس حتى انا شايفهم في الدريم تيم بازن الله في خلط الوسط عندك اربع اسماء قوية قوي بصراحة عندك صن صلاح دي بروينا وبرونو طبعا انت مستحيل تجيب اللي اربعة لان انت هتختربينهم اتنين ومعهم كين قدام بروينا هو هو الوحيد بالضابل فيهم صلاح بلعب بلعب برايتون هوم وصن بلعب برايتون هوم برضو فانت عندك من الخيارات دي كلها هتختربينهم اتنين مع كين فرائي موجود في قط الهجوم انا شخصيا ما يال لبرونو مع واحد من صن او دي بروين صن في فورمة مرعبة ودي بروين في فورمة مرعبة صلاح المطش الفان بتاع سيتي بدأ يقول يديك ان هو هتشوف منه المرعب بتاعه قريب لو تسأل عن تفضلات ما بين الاربعة دول في الجولة اللي جاية برونو وصن مع كين قدام عايز تختلف في وقت ببقاش صن وتحط دي بروين على السنين تتوزع يعني توزع النقط اللي انت عايزها من كزا اتجاه بعيدة عن الناس البريميوم العالي قوي دي عندك طبعا بكواية ساكة ارسنال لعن مطش قويس جدا في رائع وصاب برايتون مش من ناحية الكروية من ناحية الفانتزي ثانية لقدت لعبة اسس تقوي اتنين على الاقل خلال اللي مطش ده بتاعها او مارتينيلي اديك شايف شوية موجود وشوية بتلاقيه لقا اوديجار طبعا ما كانه في الملعب مبموم ولكن هوا بتقدم ولا لأ الناحية التانية بتاعت المارتينيلي مارتينيلي بيبقى موجود اسسي ساعات يخرج بدري هو ده دايما الريسك اللي موجود ولكن في رأيه النساكة موجود كمان عشان تتقي شارل والرانكينج بتاعك لما انت مهتم بيه وعايز تريسك بواحد تاني معاه ممكن بس انا ما حبهاش اوتي وطبعا معاهم بات هنا ايه مادسون في فورمة كويسة دلوقتي مع ان انا شخصيا في العادي بقولك ان انا بفضل ولكن مادسون في فورمة اعلى دلوقتي وبنفسهم كويس جدا ممكن تفكر فيه ممكن تفكر في الاتنين مع بعض عادي جدا عن اعتبار ان هما ضبالاتهم بعد كده كمان اسهل زيادة الريسك او البوش عليهم في الريسك ده هيعتمد على هما يحصلون في دوري المؤتمر وفي الهجوم الاسم الاول وطوعا هو هاركين معك بقى تلات اختيارات تانية رونالدو لو انتش عايز تجيب برونو او لو انتواصق في رونالدو ان هو بقدر يعمل حاجة في المواتشات دي وعندك اتنين يا اما كريس وود يا اما انا نسمى ماكسيمان من يوكاسل انا بالنسبة لي افضل كريس وود لانه كمان مع اوبشن ضربات في الجزائر